مرحبا بكم متابعين الأوفياء في هذا المقطع الجديد والذي سنشاهد من خلاله نزال قوي جدا بين المقاتل المغربي آمين بقالي ضد خصمه السورينامي أفيرون جليستان هذا النزال يندرج ضمن منظمة انفيوجين للكيك بوكسين المقاتل المغربي آمين هو صاحب القفازات الحمراء أما خصمه السورينامي هو صاحب القفازات الزرقاء كما قلت نزال قوي ومشوق المقاتل المغربي آمين حاول بكل ما أتي من قوى أن ينهي هذا النزال في الجولة الأولى ولكن خصمه السورينامي كان قويا وصلبا وهذا ما جعل النزال يمتد لثلاث جولات كلها شيقة وممتعة هنا نهاية الجولة الأولى قبل بداية الجولة الثانية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد مع بداية الجولة الثانية حاول المقاتل السورينامي الضغط على آمين لكنه لم ينجح في ذلك خصوصا وأن المقاتل المغربي آمين كانت له ضربات مرتدة قوية أربكت حسابات المقاتل السورينامي الذي خسر نقاط الجولة الثانية بعدما فقد الجولة الأولى انطلق كالسهم المقاتل المغربي محمد آمين في الجولة الثالثة لكي يؤكد للجميع أنه يستحق الفوز في هذا النزال وكما أقول دائما أكد للجميع أن المغاربة ملوك الحلبة مقاتل مغربي صغير في السن إلا أن آداءه كان كبيرا حيث أمتع وأبدع وأقنع الجمهور الذي كان في جنبات الحلبة أما أنتم متابعين الأوفياء اتركوا لنا آراءكم حول آداء هذا المقاتل المغربي الصاعد محمد آمين البقالي شكرا على المتابعة نلتقي إن شاء الله في مقطع جديد